مع منصقة مجموعة نسويات المغربية الأستاذة أميمة درمومي لمعرفة واقع مجتمع الميم في المغرب أهلا وسهلا بك أستاذة أميمة مرحبا شكرا على الاستقبال يكاد لا يمر يوم من دون أن نسمع عن انتهاكات يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمع الميم أو أصحاب الهويات الجنسية المختلفة خاصة في البلدان العربية كيف تقيمين واقع هؤلاء وما السبب في رأيك؟ مجتمع الميم في العالم وفي العالم العربي خصوصا يعني كل يوم من انتهاد وتمييز وهو نتج عن قوانين عن مجتمع عن فكر عن نظام أبوي وذكوري لا يتقبلوا الاختلاف في نيسان 2020 تعرض كثير من المثليين في المغرب إلى اعتداءات بعدما انتشرت صور أخذت من مواقع دردشة خاصة بالمثليين على الإنترنت وإلى اليوم يتعرض هؤلاء للكثير من المضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي علما أن من يزور المغرب أو من يتعمق في معرفة البلاد يعلم أن المثلية على المستوى الاجتماعي على الأقل أمر تقريبا مقبول ومنتشر كثيرا ما سبب هذه الازدواجية في رأيك؟ هو الأمر المثلي الجنسي والعبور الجندري في المغرب ليس مقبولا مئة في المئة مجتمعيا لكن كان في أوقات من تاريخ المغرب شيء عادي وموجود ولكن مع القوانين التي تجرم مع وجود مجتمع أصبح غير متقبل للاختلاف هذا يجعلنا الناس يكونون أكثر انغلاقا وهناك كراهية وما حصل في شهر أربعة في 2020 كان واحد من أكبر مصيبات التي عاشها مجتمعين معين زائد في المغرب لم نكن ننتظر أن يكون بهذه الطريقة لأن هناك ناس كثير خرجوا من بيوتهم شخصين انتحروا نرى اليوم خطورة الكراهية في المجتمع المغربي بالنسبة للاختلاف وهذا دليل على قوة النظام على قوة النظام الذي لا يريد أن يتقبل الناس مختلفة عن الشكل العادي اللي هو العائلة التقليدية والزواج وهذه القوانين هي أصلا قوانين استعمارية تخلي الناس أن تكملها في الكراهية التي هي فيها شكرا لك أميمة درمومي منصقة مجموعة نسويات المغربية شكرا لمساهمتك معنا في هذه الحلقة شكرا للمشاهدة